مساء الخير اخوتي خصوصا الشعب المغاربي بصفة عامة لاني راح نخاطبه بوحد اللغة تعلم الحون وهذه اللغة يعني في متناول جميع يعني من المقرب الاقصى الى يعني نقوله موريطانيا ولا شمال ليبيا مالهي شرق ليبيا هذه يعني خاصة خاصة باله هذا اللون الشعري وهذا اللون كما نقوله يعني عندنا نقدرون نهضرو فيه بزاف لانه لون شعري يطلب تعمق ويطلب معاني خاصة بالمنطقة ولهذا فان الملحون هو الناس اللي عاشت في هاد المنطقة في المنطقة الشمال افريقيا بالخصوص وما يفهموش تراني نقول اليوم جيت لهم اللي جيت لحبابي زعماء في قصيد تلت قصائد يعني نلميتهم هاد خطرا ندير دي بوكي كما يقولوا قالور القصائد هي واحدة القصيدة يعني توصف ليام وواحد القصيدة فيها خلق المولى يعني طبعا الانسان كيفاش داير المريح الدونية المريح اللي اللي يبعقلو اللي مشيبعقلو على كل حال والقصيدة التالية نكمل بها وهي لون الهواء يعني قصيدة غرامية يعني الرجل كيف هو مولوع بالمرأة يعني من بكري داكور اللي سمحوا لي يعني عندي بعض النقاط والنقطة الاولى هو يعني الناس يعني اخواتنا هنا ما يضيقوش علي شوية ما يلمونيش إلا كان فيها يكون فيها هفاوات ولا يكون فيها ضرورة شعرية زعمة باش نرد القفلة باش نوصلها لحنا نقولو باش نعطي مشي علم معنا على كل حال ولكن على اللي اللي ريم احنا نقولو دا لقافية هديك بها جي شوية في هارنا موسيقية ولا ما احواجنا يعني لخوتنا يعني نعرفوهم يعني يقدرو يعني يادابطيو هات الشيهاده ويديروه يعني في ايقاع موسيقي معين يجي حلوز عمال لما نسميه حنا بالجزائر يعني بشفاء خاصة الشعبي اه نبدأ بقصيدة الليام وهي قصيدة يعني تتكلم على الايام وكيفاش الليام سعيبة وسهلة على بعض الناس ونقول فيها الشعر يعني يقول فيها الليام كلك سبوع قفلة من جمعة لجمعة دايرة صايرة دفعة تدفع دفعة عابرة بوجوه ضحكة فرحة وفجعة ثارة ذهب وقية وثارة مال وثارة وكعة لاثنين راحة وامان وثلاثة صفعة لاربع لاقوتكين والخميس كامل شبعة جمعة وسبت عبادة وفرقان والحد ترجع تسعة اللي تامنك اختاص صلح الديوان ساق وعشاق البدعة شكون درا يسلك حبالك يا الغابرة وشكون قادر يحكم مقدارك يا العابرة وشكون سوا يغنم خيارك يا النايرة ماشي علاش غادية فرحة وقارحة وما ليك تلفات شرح الله شرح الله والساعة يحكموا ليك في كل وقات لا دريت نبغيك بغيان اللهفة في عيات وبهات ولا دريت ننكر ملتك الصدفة للعبادة والسكات شكرا شكرا نحن هذا الاسبوع فيا انه يحكموا الانسان يحكموا لا يحكموا وليسا يعني خمسوا بوشك و من المحبا بينما هتكون الانسان يحكموا الى man له انسان يعرف ما بينه وبينه طريق منه في كل حال التقوى ليس له الشخص التقوى كانت الاسم كل شيء يرجع للإنسان وطبع الإنسان في عداته يعني أنا شرحت غير شوية هكذا سطحيا وشرح الكبير والجمهور والناس اللي يسمعوا هذه القصيدة على كل حالة كل واحد يعطيها بوعد نتاعه الثاني هو فيما يخص الإنسان والخاصيات الإنسان والخاصية اللي هي ليه اللي يكتسبها من هذا الدنيا وخاصية اللي هي اللي عليه اللي سيتعذير اللي ربي يقدر عليه عليها سميتها أنا خلق المولى نقول فيها خلق المولى في خلق المولى السالم وسقيم وفي خلق المولى الناجي والعديم في خلق المولى البخيل والكريم وفي خلق المولى الكيس والغشيم في خلق المولى اللي بأهله واليتيم وفي خلق المولى الرابك والزعيم في خلق المولى الزنديق والحكيم وفي خلق المولى الصادق والوهيم يا خالقي انترجاك راني في حماك جزيم يا خالقي انترجاك بقدرك الوافي العظيم لا تبنيني بغفلة نضحى فيها تالف دميم ولا تخزيني خزي الطاغي الفاحش الوريم نبقى عبدك خوفي منك وحبيليك عريم كلها ترجع لحكامك وساعتها بالحق تقيم حلوة بزاف هذه على كل حال جات هكذا يعني ما واحد ما يسقسيني يقول يودي تاكيفارك تركب هات سؤال حكي ما هكذا ولا هذا من عند الله وثروة لغا وياه اكتسبناها يعني عبر المعاش نتعنا في بلادنا الجزائر يعني وفي بلاد الغربة على كل حال تاني الواحد يعني ما نقوله باللغة الفرنسية هي يعني السنس للأبسيرباسيون السنس ديطاي يعني يشوف الإنسان وإنسان كما كنت نقول لواحد الوقت إنسان يفوت على حاجة ويتجاهلها وكين إنسان يفوت على حواج هكذا وكل حاجة يعطيها حقها ويضيرها ينقلت ويحبسه ويتدوقها ويتمتع بها ويتكون عنده يعني هذك هو معنى الحياة تنتعو نفوته يعني القاسدة الشعرية من البوكي هذا وهي لون الهوى لون الهوى هذا الإنسان المولوع بهوى المرأة عن طريقة يعني بطريقة عامة يعني إلا كانت يعني يعني المرتولة الخاطبان تعولة يعني أي واحد متمتع بهم يعني مذهول يعني الوجود هذا النسوي هذا في حياته ولا في الدنيا كما هي يعني نقول فيه يعني لون الهوى لون الهوى صنفي ذاتي طليت الورد والسواد وفيه بطيح الوغاخ اللان ينتعلم قادر على كل جهاد واستشهاد وفيه جنون حبه كان أماني مسلم قادر على صبر الطاعة والسهاد وفيه شوف أخواتهم بهاك أماني من الثم قادر على المسافة والصراب بلا ما ولا زاد وخيالي فيه جوف العاب وشفيف مورم مولات المخالب ومضرصة عليها قاد وفيه خوف مجيك للملقى ماني محتم فيه طرف الطرفة المعقودة ماني شاد كل ما منك الرنج مع الحج بلا حلاوة يتلقم دوايا لا شريتو دوايا لا شربتو وحرفي لا كتبتو بعناد ومن فرق عيونك راني يدهيش نخمم امشيت حتى سمعت للطير غراد ما كفاني نزيد على بحور ووطانة تقدم ولد الناس كيفينا بعمل لجواد حلالي فيني يا مخلوق للبسمة متبسم صدمة لفراق لا ليها سناد وجواب المكتوب علي يا حق مرسم حياة اللي ما ذاق النار حياة اللي ما ذاق النار يقول رماد واللي يحواجه من غير لهو ما يتكرم شكراً هذه هي يعني ثلاث قصائد اللي بغيتها اليوم يعني مدابية يعني تتمتعو بها بس كو إلا كنت ندير يعني قصيدها واحدة وما نشرحها موالو يعني تجي فيها واحد النوع من يعني الشك والناس تقولوا دي هذا على ما شرح يهدروا يعني يكون خطران ديرها كابوكي نقيسو تع القصيد ونسي يزع ما نشرح قدر الإمكان يعني واش نحس به يعني واش يحس به الشعر ولكن المهم هو أنه يعني المستمع ولا القارئ انتع هذا القصيد يحس بهذه القصيدة حسب حياته حسب ما عاش هذا هو المهم شكراً على الحسن للانتباه والإصغاء ونشوفهم إن شاء الله في القصائد أخرى ترجمة نانسي قنقر